يعني على المصطلح السوداني مع البلابسة ولا ضد دولة 56 ضد المواطن السوداني دولة 56 دولة 56 شنو المقصد من دولة 56 الحرامية ديل السرقوا السيارات سرقوا المنازل سرقوا الدهب بتاع النسوان وملصوا النسوان حتى الحلقان سرقوا الشعارات كانوا يتكلموا عن دولة 56 انه في نخبة نيلية كلها هي مجموهات مرتزغة هي ما بتقاتل عشان قضية هي بتقاتل عشان المغنم بيسمون كسابة فجابوا الناس ديل كلهم ديل اشبه بالزئابة الضارية الحربي بتعمل ازاحة مجتمعية بتشيل سكان بتلغبينه في المهاجر وبيتجيب مكونات اخرى في تغيير دموغرافي بيحصل هاي دي اذا احتبروا بلبساء احتبروا اي شي من حق قول هلو هدل في ناس الناس اللي بحاول يطلقوا المصطلح ده هم دين ناس عنده انتحالفات غبية نحن يا عبد الله بانسان دجج ده لعندنا انتماء سياسي دافعنا لا بيجينا اوامر لا فيزول مشترينا لا فيزول بدينا نحن بس بمنطلق وطني فاط نمرك من الكابوسة اللي نحن قاعدين فيه في الوقت الحالي ده في جانب الدعم السريع ممكن يكونوا متوازنين قليلا في المسألة لا 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 طبعا الامان والرغبات دي كلنا عندنا انا اتمنى ان الحرج يتقف الليلة قبل البكرة العدل المساودي كان حركة مسلحة اكيد مغاتل الحكومة ودخلت الام درمان واجتاحت الام درمان زرت السودان في الايام الماضية لمستوا اشياء كثيرة في الخرطوم وفي ام درمان وفتكم زار عدد من المدن طبعا التعودي قاتتنا من السفارة السودانية في قطر الوضع العسكري والوضع الحناية مستغرش لا انه برهان مضايق دائر عوني علامي والناس اللي يفبركوا الكلام السازي احنا قبل اربع شهور ونحنا ما برانا قد صعابين سودانيين سويت علاني لغناي يا مستحق الغناي روح يا امنياتي وهواي ما لا سواك المنا شباب الرحمن الرحيم انا عبدالله شرقاوي حيكم في بودكاست اجمل زاوية بتاكيد بودكاست اجمل زاوية لحي قاعدني استمتع بحوارات جميلة باستمتع بها نردش مع ناس مهمين جدا جدا في حياتنا وفي مجتمعاتنا وفي كل مكان في الثقافة وفي الرياضة وفي السياسة وفي منوعات في كل ضروب الحياة الجميلة كل جنسيات مختلفة الليلة في اجمل زاوية اكيد ضيفنا سوداني جميل غيور على البلد برضو واحد من الاقلام الجميل والمميزة جدا جدا في الصحافة السودانية السياسية والاقلام الجريئة تعرض الى عدد من الهجمات الكثيرة في الفترة الاخيرة الحديث ما بين البلابسة وبين لالي الحرب اكيد استاذنا الجميل بياددين بلال بياددين مساء الخير عليك اول حقيقة مساء النور عليك اخ عبدالله ومساء النور على مشاهدك الجميل ومساء النور للاستاذ فتحي وحقيقة انا سعيد جدا بان انا اطيل عبر هذه المنصة الانيقة واتمنى انه نقدم ما يفيد وينفع انتوا طبعا استاذ مع الناس يعني على المصطلح السوداني مع الناس مع البلابسة يعني صنفته خلاص انتم مع البلابسة ما عارفة البلابسة دي طبعا هي دارينا الحرب دارينا الحرب لشني يعني طبعا يا عبدالله الحرب دي يعني ما في ذو السوي بيكون دائرة الحرب اكيد والحرب دي اسوأ فعل انساني يمكن يتم على مصطلح البشرية يعني مستحيل ان انا 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 او اي شخص اخر يكون دائرة الحرب الحرب القائمة في السودان دي حرب فردت على السودان فردت على الشعب السوداني فردت على المواطن البسيط المسكين عنده شغله ويومه وأسرته وبيته وممتلكاته وعرضه الحرب كانت تدور في معسكرات جيش في النقعة أو كانت تدور في الخلاة صحيح الناس كانوا يرفضوا لنا وكانت تدور أبناءنا وأبناء الوطن لكن هذه الحرب دخلت تفاصيل الحيالي يومية في السوداء في السوداء والحرب دي حرب غريبة من نوعه هي كانت بداية محاولة انقلابية للسيطرة على السلطة سريعة وخاطفة لكن لما انفشلت المسألة الجماعة دي انتغلوا للحرب الشاملة حرب شاملة ما ضد الجيش ولا ضد الكيزان ولا ضد دولة ستة وخمسين ضد المواطن السوداني شنو دولة ستة وخمسين دولة ستة وخمسين شنو السودان هو ده السودان شنو تقسم لدول يعني نحن ما بنسمع سمعتها بالمصطلح ده قريب يعني أنا شخصيا سمعتها بالمصطلح ده في وقت قريب يعني مع الحرب دولة ستة وخمسين دولة ستة وخمسين ماهو المقصد من دولة ستة وخمسين؟ طيب الله نقول لك ورشوية الحرامية السرق السيارات السرق المنازل السرق الدهب بتاع النسوان وملص النسوان حتى الحلقان بتاعاتهم دولة ستة وخمسين دولة ستة وخمسين في أدبيات الحركات المسلحة إذا كان في جنوب السودان أو في دارفور كانوا يتكلموا عن دولة ستة وخمسين إنه في نخبة نيلية زاد انتماءات محددة سيطرت على السلطة والثروة وإنه كل حركات الاحتجاج المسلح الغرض الأساسي إنها هي تنزع السلطة أو تعيد تشكيل السلطة بشكل آخر غير الشكل القائم الشعار ده كان موجود لكن ضمن عملية السط العام الميليشيا مدت يدها الطويلة وشالت الشعار شف شف حتى شف شفت حتى الشعار مدت يتكلم لأنه هي تتذكر حميتة عنده مقابلة كده يتكلم فيها ويقول ما عندنا موضوع ما عندنا أجندة نحن فهصلا المجموهة هي مجموهة لا تشتغل لأجندته الخاصة عادة كان تستخدم من غبر الآخرين يعني البشير استخدمه ضد حركات دارفور وفي فترة محددة يا عبد الله استخدمه ضد الحركة الإسلامية لأنه بعد الإنجلاب أو المحاولة الإنجلابية بتاعة 2013 اللي هي التهمية والدبراهيم وصلاح جوش بدل بشير يشعر بعدم ثقة في المؤسسة العسكرية وعدم ثقة اتجاه الإسلاميين فحول طبيعة الدعم السريع من أنه هو فصيل مساعد للجيش في مواجهة الحركات المسلحة لفزاعة وش فزاعة فزاعة ممكن تكون ماء سليمة لحماية لشخصه حماية لشخصه ضد ما يراه خطر يمكن أن يأتي إليه من الإسلاميين فالمجموعة دي هي دعوذت أنها تستخدم استخدم البشير انتهى منها استخدمتها بعض الدول الخليجية في اليمن يعني كده استخدموتها مجموعة أخرى للحرب في السودان لأنها تحتطف السلطة لمصلحة طرف إقليمي محدد معروف للجميع بالإضافة لأنها عندها رغبات في السيطرة على السلطة لتحافظ على الثروة لأنها تكون عندها نفوز يكون عندها كده ده المشروع المشروع ده فلت منا فقدوا السيطرة على السيطرة فقدوا السيطرة تماماً ممكن يكون لحد كبير لأنه استعانوا بمرتزغة من كل أنحاء الغرب أفريقية تحديداً وزجوا بالآلاف اتجاه السودان هذه المجموعة التي تُوصف بأنها عرب شتات وكذا أنا ممكن يكون عندها تحافظ على الوسط كل هذه مجموعة مرتزغة هي مبتقاتل لشانقاطية هي مبتقاتل لشان المغنم يسمونه كسابة رزقهم وكذبهم عمريات النهب والسطو وكذبهم فأجابوا الناس كل لون وهو أشبه بالزئاب الضارية زئاب متوحشة طيب أستاذ ضياء يعني لكذا فكونا في السودان طيب هناك شيئا نحن نقامنا كلنا كأي مواطن السودان واحد من ثلاثة خيارات الخيار الأول إنك أنت تهرب تهرب مصير تهرب وين تهرب كده تهرب كده الخيار الثاني إنك تستسلم وتخضى عليهم وتخضى على السيناريو للزل والإهانة للزل والإهانة والإقتصابات والمشكلة حتى الناس الخضعوا عليهم يا عبد الله الناس اللي حاولوا يعني يخاضبوا فيهم بعد إنساني غدروا بيهم يعني تجد في قصص في السودانيين يكلمون عنها إنهم حاولوا إتماشوا معاون وحاولوا تسايروا معاون وقابلوا لنا وقابلوا لنا الشاي في الأخير قاموا بقتلهم ليس يعني ممكن يكون بهم بالقتل لكن الأغرب إنه يقوموا بالنهب يسرقوا الحاجات كلها يقوموا جارين بيهم الخيارة التالي إنه الدولة والمجتمع يواجه يقوموا مع بعض لمواجهة هذا الخطر والدفاع عن النفس وعن المال وعن العرض وعن الوطن وعن المجتمع لأنه الآن الحرب يجب تعمل إزاحة مجتمعية تشير سكان يتلغبون في المهاجر ويتجيب مكونات أخرى هناك تغيير دموغرافي يحصل هذا إذا احتبروا بلبساء احتبروا أي شيء من حقهم لأنه هناك ناس الناس الذين يحاولون أن يطلقوا هذا المصطلح هم دين الناس عندهم تحالفات غبية مع الدعم سريعي مجموعات القحاطة أو مجموعات فيهم ممكن ما نقول كل لون وفي ناس مخمومين في ناس مخمومين بالشعارات هناك ناس في تقدم مخمومين لا 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 في السوشال ميديا وكذا يتخموا بالكلام ده والشعارات الناس الذين عندهم التحالف مع الدعم السريع ده التحالف ده غايم إنه يا أخي نحنا ممكن نصل للسلطة عبر البندغية الدعم السريع ولما الدعم السريع يصل هناك نحنا ممكن بعلاقاتنا الدولية نحاصر الدعم السريع ده نحاصره بالمحكمة الجنائية باكده فبنكون قضينا على الجيش وقضينا على الدعم السريع وقضينا على الجيش وقضينا على الجيش بإعني إجتياح الدولة السودانية وقوفنا مع الآخرين المحالفين اللي الدعم السريع ده خيانة وعمالة ضد الوطنة يعني مثلا شخص مواجم يقول لك أنا والله إلا مع الدعم السريع ولا مع القصة دي. لكن أنا عاوز الحرب تقيف يعني عشان أنا أقدر استقيره وأقدر آكله ونمرك من الكابوسة اللي إحنا قاعدين فيه في الوقت الحالي ده. يعني ديل يعني حرام إنه أقوم أنا أصنفهم تصنيف بتاع إنهم آآآ في جانب الدعم السريع. ممكن يكونوا متوازنين قليلا في المسالة دي. طبعا الأمان والرغبات دي كلنا عندنا. أنا أتمنى الحرب يتقيف الليلة قبل البقرة. لكن الحرب دي لازم تقيف عليه فهم. لكرامة الشعب السوداء. لا مش تفي أنه في ناس ديل السياسين المواطن العادي دا ما تقول طبيعي. أجزوا الأخواننا وأخواتنا وأهلنا كلهم دارين الحرب دي التقيف. عشان ترجع الإمر إلى إلى وضع القديم أو للطمأنينة والسلام والعيش الطبيعية. دي لك دائرين الحرب تقيف. إنه الجيش يستسلم لمشروع الدعم السريع. وإيجوهم على قاطرة الدعم السريع. ويزعوهم إلى السلطة على بندغية الدعم السريع. دا فريق. فريق. واضح. ما بين الرغبات الطبيعية ليقاف الحرب. وما بين الرغبات المسيسة الانتهازية. التي تقيف الحرب باحتوال أن الدعم السريع مسيطرة على جزء كبير من الأرض. وبالتالي من الممكن الوصول إلى اتفاق. ويعيد الأوضاع لما قبل 25 أكتوبر. تحدث شراكة سلاسية. يكون فيها الجيش ضعيف. هزيل. والدعم السريع قوي. وإيجوهم. كطرف سهلس. وترجع الأوضاع. بغاء الدعم السريع في الفضاء العام السوداني كمكون عسكري. دا يعني أن الناس لا يوجد شخص سيرجع. لأنه سيظل الخطر قائم. وجود الدعم السريع في الشوارع وفي الطرغات وفي المؤسسات. الناس لا يشعروا بالأمان اتجاهه. أنا كيف أسق في السرق مالي والسرق عربيتي والانتهق عرضي. والعمل الفضائع دي كله. إنه هو فجأة كده سيتحول إلى قائم مسالم ويتخلص من الوحشية بتاعته. أي إغافة للحرب لازم ينهي تعدد الجيوش. تعدد الجيوش الدعم السريع على الحركات. وبناء مؤسسة عسكرية تعبر عن كل السودان. في الوقت الحالي يا أستاذ ضياء يحارب معه عدد من الحركات المسلحة. واقفة على الأقل برجل واحد مع الجيش. وقت مشتركة. وبرضو الجماعات الإسلامية الموجودة في كتابة البرة وكده. لأن إحنا يعني بنفتخر بأنه دي المواطنين سودانيين بدافعوا عن إردنا وبيدافعوا عن كده. بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو مناطقهم الجغرافية اللي اللي الناس قاعد بيتعقف الموضوع هذا كثير جدا جدا جدا. بعد يعني الحرب ستقف الحرب أكيد بانتصار الجيش. وستقف بعزة وكرامة الشعب السوداني. بوقع هؤلاء المساندين هل هناك في مطانع أيضا الحركات المسلحة هذا خطر أيضا على الوطن. هو طبعا الحقيقة أي أي سلاح خارج المؤسسة العسكرية يعتبر خطر. وتعمل سريع ذاته في فترة من الفترات كان يعني كان في أنه التزم بالنسق العسكري وحاولوا يصلحوا صورته وكده يعني في فترة من الفترات. وكان ممكن تبقى قوة مساعدة وقوة منظمة وقوة مهمة جدا لأن الجيش يفتقد بنسبة كبيرة للمشاهد. يعني كان ممكن تكون قوة هنا. لكن الهزم المزال دي شنو؟ المطامع السياسية؟ المطامع السياسية. تحويل الرصيد العسكري هذا الرصيد السياسي ده هو الأحبط المشروع. وخلى المشروع ينهار في بعده العسكري النظامي ويتحول إلى مجموعات لصوصية متوحشة. تجتاح المدن والقرى. هذا المشكلة الأساسية. يميل. فعشان كده ليه هالنازل كلهم يتحدوا ويقفوا مع الجيش؟ هذا السؤال ده يعني بالله سؤال مركزي ومهم. ليه هالنازل كلهم؟ ليه جبريل ومناوي وحتى المغاومة جزء منها كما قلنا كلها. وحتى المواطنين السودانيين العاديين كبار السن والشباب. ليه يستنفرون ويقفوا. لأن الخطر ده يهدد الجميع. الخطر ده ما بهدد طرف واحد. لا يهدد البرهان لا يهدد الكباشي لا يهدد ياسر العطاء لا يهدد الكيزان لا يهدد الدولة السودانية كوجود. وكمتمع. لذلك كل حصل استفاف من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار. إلا مجموعات شازة. مجموعات مسيسة انتهازية. حريصة على السلطة. حريصة على المغانب. لا حريصة على الوطن. هذه المجموعات التي تحاول تعمل تشويش على الجيش. وتشويش على من يناصر الجيش. بالشائعات والأكاذيب. وتشويه الإساءة السمعة وغير كده. هذه المجموعات كده. هناك مواطنين سودانيين. زي ما قلناك بالي عبد الله. حريصين على استغرار البلد وحريصين على استغرار البلد وكده. بدون مطامع. بدون ما يكون عندهم غرض. بدون ما يكون المزالة دعوة. ما دعوة للسلام. ولكن دعوة للإستسلام. ديلك الحلفاء المتحالفين. عندهم أنفاق سرية. وأنفاق علنية. في التعامل مع الدعم السريع. ديلك دائرين الاستسلام. يفتكرون ان الوقت ده. حان لاستسلام الجيش. لمشروع الدعم السريع. عشان ايوهم على ظهرة الدعم السريع. ويسيطروا على السلطة. ويلبسوا البدل والكرفتات. والامتيازات وكده. وتكون المسائل العادية وطبيعية. طيب نرجع لي سؤالنا. بعد ما انتهى الحرب. ممكن تكون مخطر على الجيش. على عدم سيطرته على الناس دي. بعد ما انتهى الحرب. ممكن. ممكن يتحول لخطر. لكن الخطر الماسي الان هو الأكبر. يعني الناس. ودخلت الام درمان. واجتاحت الام درمان. ياخي ديل. لما اندخلوا الام درمان. لا سرقوا. لا نهبوا. اكيد. ديلة كان بيشتروا الموية بقروشهم. بقروشهم. مدعاطفة معهم. اسدي شاب السوداني. في غطاءات مدعاطفة مع الدعم السريع. يعني السلوكيات الموجودة في الدعم السريع. هي ما موجودة فيها. ممكن تهزيل المهمة. ليه السلوكيات دي ما موجودة في الدعم السريع. الان وجامل السريع دي خليط. للثغافات مختلفة. خارج السودان. في المكون السوداني. لكن مع الحرب. ومع استدعاء المرتزغة من اماكن من تشاد. ومن جنوب ليبيا. ومن نيجر. ومن حتى من موريتانيا. ومن المناطق دي كلها. ومن اسيوبيا. الخلطة دي كلها. ما عندها علاقة بالثغافة السودانية. ما عندها علاقة بالمجتمع السوداني. عشان كده بتبرس فيها السلوكيات دي. اللي هي بتفاجئ السودانيين. انه ما ممكن الناس اللي يسرقوا. والبنهبوا. والبختصبوا. يكونوا سودانيين. ده الراية العادي بتاع المواطن العادي. لكن الخلطة دي كلها. هي الأنتجة المزال. لان المشروع كله تحول الى مشروع لصوصي. المشروع. زي ما نحنا قلنا. في ناس دائرين يسرقوا السلطة. في ناس دائرين يسرقوا الغنايم. وفي ناس يستعينوا من هذه. يشيروا الشعارات يسرقوا. كله شفشفة عامة. شفشفة على جميع المستويات. طيب يا أستاذ. يعني. أنا دائر. يعني زرت السودان. في الأيام الماضية. يعني إحنا زاتنا نتمنى إنه. يعود ونزور الخرطوم في وضع. يكون أفضل مما كانت عليه الخرطومة الحبيبة. الخرطومة التي تبكي منارات هذا الاجتياح الجائر من الدعم السريع. وهذه الماليشيات التي تستو تقتصب. نتمنى إنه نعود الخرطوم بشكل مميز. وتكون الخرطوم هي الخرطومة التي نحبها من كل مكان. زرت السودان في الأيام الماضية أنت. وعدد من الإعلاميين وصحفيين المميزين أيضا السودانيين. قال لي يعني. بنعتبرهم سند حقيقي للجيش في الفترة الأخيرة. وملامح الزيارة بشكل عام كان. هي زيارة نويرية لكم لبعض الأشياء اللي ممكن قادت تحدث في السودان. هناك خفايا طبعا الجيش إعلام الجيش ممكن بقدر كالمعتاد. يعني ما بوصل المعلومة كاملة للمتلقي أو للشعب السوداني. لمستوا أشياء كثيرة في الخرطوم وفي أم درمان. وفدكم زار عدد من المدن. هل هذا الوفد وجد هذه المدن بأكيد تغيرت ملامحها وتغيرت كل شيء موجود فيها؟ والله عبد الله طبعا إنه نحن طبعا الطيارة مما قد قبل ما الطيارة. طبعا التعودي قاتنا من السفارة السودانية في قطر قبل ثلاثة ولا أربعة شهور. يوجد الوضع العسكري والوضع الحناية. استغرشوا كده؟ لا إنه برهان مضايق دائر عوني إعلام. لذلك يجعبوا. والناس اللي يفبركوا هذا السازي قبل أربعة شهور. ونحن ما برانا قد صحابين سودانيين. وجهوا الدعوة حتى للصحفيين العرب. كان معانا الأستاذ الجليل المتميز أستاذ محمد فال بالجزيرة الإنجليزية. كان معانا عبد الناصر جزائري من الجزيرة نت. وحدث من السومالية كمان جاءوا من القاهرة. في المجموعة كلها جاءت. وأنا أعتقد أنها كانت فرصة مناسبة جدا أن الناس يشوفوا الحقائق على أرض الواقع. واستمعوا بشكل مباشر للمزئولين. لأنه مرات أنت المعلومات كلها لم تأتي عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر الاتصالات الحاتفية. لا تدرك الصورة كلها. لحن أنت لما انتمش هناك وتنزل على أرض الواقع. تشوف الصورة وتستمع للناس ويكونوا أكثر صراحة وراحة. في الحديث لك. باحتمار المناسل نحن بالذات الصحابين سودانيين نحن مساندين للجيش. مساندين للدولة السودانية وضد أي مهدد يهدي الدولة السودانية. ده لا شيء شيء لا شيء هناك وكذا. ما مركورة. والمزئلة دي المزئلة دي منطلق سودانيتنا. لا في توجيه حزبي لا نحن عندنا الانتماءات حزبية ومعروفين وعندنا إرشيف. عندنا إرشيف. واضح الناس الذين يقعوا له. في صفحتنا وفي قويل وكذا أصلا. أصلا نحن ممنساند جهة سياسية محددة. نحن صحفيين مهنيين. نقابل ونستمع. لكن في فوق مهنيتنا نحن نصبطنيين. الخطر عندما يهدد الدولة السودانية. لا حياد. لا سلبية. مواجهة مع هذا الخطر. كل شخص يواجه هذا الخطر من منطلقه. الطيارة التي قامت يا عبد الله. عندما جاءها نازلة. جاءت كل الذكريات. يا سلام. الخرطوم. الشارع النيل. أماكن كثيرة جدا يعني. برسودان. أكيد. برسودان. رأس السنة في برسودان. الحفلات في برسودان. الكورنيش. كورنيش. هايوة. السمك. يعني. السقالة. السقالة. كل الحاجات السمكة. وتشوشت طبعا. حتى هي بعيدة من البل. ولما نجينا نحن كنا بنعمل المقاربة دي. ما بيننا ما كان وما سنراه قريبا. الشعب السوداني ده. يا عبد الله. شعب قوي جدا على فكرة. الابتلادة. كان قادر على انه ينتهي من اي دولة ومن اي مجتمع. والمؤامرة. ببعدها. وبتمويلها. وبعناصر الغتالية. اللي هي جيوش متعددة من جهات مختلفة. كان من المفترض ان تقضي على اي جيش. مهما كانت قوته. ومهما كانت قساره. لكن السودان ده فيه قوة خفية كده. فيه قوة خفية. فيه انسانه. فيه انسانه. فيه انسانه. فيه قوة خفية. احنا ماشينا. بقينا الناس. الناس. يعني صاح بعانوا. لكن الابتسامة هي الابتسامة. لكن الضحك هي الطحقة. التفاؤل. لكن التفاول هو التفاول. يا سلام. انت عارف نسبة الزواج. الان في القرى السودانية الامنة. اعلى من نسبة الزواج في ايام الاستغرار. الناس بغاوموا سيناريو ده بال. بالتمسك بالحياة. الحياة الكريمة والعزيزة. والقيمة السودانية. والقيمة السودانية. والقيمة السودانية. اكيد. بتجد المزألة دي في. نحنا سايب ناخد. نقعد ناخد التسالي. وناخد الفول من ستات الفول. من ستات التسالي. ونقعد نتونس. هون زاتهم السودانيين. ما فيش يغيرهم. المعاناة كبيرة. يعني انا كتر حاجة اتهاشتني. انا طبعا طلحت من السودان بدري. يعني ممكن لكون قبيل ثلاث سنين. اتفاجأت جدا بال. الازعار. عالية. يعني بالنسبة للمواطن. صحيح نحنا. لانو نحنا موظفين. وعندنا مرتبات. وبره وكده. ممكن المزألة ما تكون. يعني. لكن انا حاسي ان المواطن السوداني ده. هيقدر يتعامل كيف مع الغلاء الفاحش ده. يعني تاخد لك تسالي. تاخد لك فول. تقول لك خمسة الف. انا لما انطلحت. لما انطلحت من السودان. من السودان خمسة الف دي حاجة كثيرة جدا. كثيرة شديد. ايهو. في الوقت ذلك. ما وجهت السؤال لجبريل. والله طبعا جبريل. قابلنا جبريل. وقابلنا عقار. وقابلنا مفضل مدير المخابرات. والزملاء برضو قابلوا. ياسر العطاء. وكذا. وحقيقة الناس هم قال لنا. لغات دي. لغات بتاع التميسي. وسلام. والله العظيم يا عبد الله. المزؤولين دي السمعوا كلام ما أظن السمعوا من قبل. ولو كانت هذه الحوارات واللغاءات. بتبس للعلن. كان الناس هيعرفوا الحاصل شنو. طبيعة الوفد ده. الوفد ده. وفد ده حارز عليه وطنه. وحارز عليه المهنية بتاعته. ولما نقعد مع المزؤول. بيقول ليه وبينقول ليه كل الآراء والأسئلة. المطروحة في الساحة. صحيح. قد تكون هذه الإجابات. ممكن. إنها هي ما للنشر. ليه معرفتك. الصحافة دي فيها لقاءات. يعني احنا كالصحفيين. انت بتعمل. بنقابل المزؤولين. بتقابل المزؤول لحوار علني. للآخرين. وبيتقابل المزؤول لمعلومات. هي بشكل خلفتك. عشان تعينك في التحليل. ودعينك في معرفة الله. حاجات غير غابلة للنشر. طيب نحن نشوف مجملة. الزيارات دي. أكيد الزملاء اللي قابلوا. ياسر العطى. وفيهم درمان. ومزارو. شوفنا بعض من ملامح. الزيارة بتاعاتهم في السوشال ميديا. وحتى على مستوى الإقاءات. كانت مع بعضهم منهم. في غنوات فضائية. البرهان. وزيارتكم للبرهان. وعقار. وجبريل في برسودان. أكيد البرهان. عندما وجد إعلاميين كما. ومساندين له. وفي تنفس شوية. يكون الواحد. يتنفس وقدر. يعني. يتحدث معاكم بشكل. يعني. أكثر خصوصية. من ما يكون أمام مايك. أو أمام. كاميرا. كده نشوف شوية كده من. الأشياء اللي ممكن تكون. ما طلعت للعامة. ودارت في. في. في حواركم مع. مع المرهان بالتحديد. شوف. أعطى الله أنا لي. آآ. لأنه جدل الموقف العسكري. يا أستاذ. أستاذ. ضياء. آآ. للشارع العام. في ضبابية واحد. الجيش بينسحب مناطق. وبيجيو. في أسئلة كثيرة جدا جدا. مفترة تكون. توجهت عبركم لبرهان. من أسئلة الشارع. فعلا فعلا. بس بنعرف شوية عن. الإمكانيات اللي ممكن تكون. يعني. فجأة بقول لك. ياخد دعم السريع. هاجم سنجة. الجيش مصندد في سنجة. فيها بتلقى الجيش. يقول لك. ياخد جيش انسحب من سنجة. والدعم السريع. استلم سنجة. الانسحبات عندها مبرراتة مع البرهان. وهل. وجهت له الأسئلة. نعم. وتوجهت له الأسئلة دي. وانه الجيش وانكسارات اللي بتحصل وكده. هو يفتكر على انه صحيح. انه المعارك دي كروا وفروا. وانه فيها. تكون فيه. بعض. بعض. الانكسارات والمعارك. ولكن في الأخير. على صغة تامة. بانه النصر قادم. وقال لنا يا خنا شايف النصر. زي ما شايفكم قدامي. وشوف الزلدة كان يقول لنا معلومات بعضها خطر جدا يعني. عن الواقع. وعن المؤامرة. وعن الحصار المفروض على السودان. لكن في نفس الوقت. كلنا بنلاحظ. انه الزلدة بيتكلم بثقة عالية جدا. انه الانتصال قادم قادم. وبيفتكر عنه الميليشيا دي. هو دي من الحاجات الناهية. لحد كبير جدا في أضعف حالاته. قال النازل ما تشوفهم. بينططوا. بينططوا. ومشوا سنجة ومشوا وين. قال لا. دمادة للقوة. هم يحاولوا يعني يكسبوا يعني. يحكسوا للإعلام. انهم يحققوا انتصارات كبيرة وكده. لكنه يفتكر عنه القوة الحقيقية للدعم السريعي انتهت. والمجموعات المجموعة دي. هي المجموعات المستنفرة. الجايبين المرتزغات. الحزعات الجاتل. وكده. هي خطرة على المواطنين. اكتر من خطرة على المؤسسات العسكرية. يعني ده. وبعض التحليل بانه المجموعات دي. لما صعبت عليها بعض النغاط القوية. يعني الناس دير السريعي سنة ونوص ما قادرين يحتلوا المدرعات. سنة ونوص ما قادرين يحتلوا هذه سيدنا. سنة وكم شهر يعني. كوية. ما قادرين حطاب. ما قادرين المهندسين. المناطق استراتيجية الجيش. السريعي القيش لا قادروا يسيطروا. حتى في الفترة الأخيرة استهدفوا مدن. استهدفوا الفاشر. مني فيها بخصائر فاتحة جدا حتى القائد قتل بالطريقة دي. واستهدفوا بابا نوسا. ما قادروا عليها. استهدفوا البيض. ما قادروا عليها. استهدفوا الأماكن دي. عشان كده بدوا يمشوا للنغاط الرخوة الجيش ده ما ممكن ينتشر في كل أنحاء السودان الجيش ده ما ممكن يحمي كله قرية وكله مدينة مستحيل يعني بالمخطط ده بطبيعته بحرب العصابات ما ممكن يعمل كده هو بركز على حاجات استراتيجية وبالتالي منها بدأ عامل وواضح أنه تكتيكات الجيش هو القضاء على أكبر عدد من الجنود بتاعنا الدعم السريع ومنتزغة الدعم السريع هذا التكتيك الأساسي اللي هو من تهجم الجيش دار يضعفه لأقصى درجة ويقضي عليه حتى يكونوا وجود ضعيف فهم لما غلبتهم بابا نوسا وغلبتهم الأبيض وغلبتهم الفاشر وغلبتهم الحكادي باستهدفهم النغاط الضعيفة يعني بدل يهجموا سنار بيهجموا سنجة لأنه سنجة الوجود العسكري فيها ضعيف بدل يضغطوا بابا نوسا يمشوا للفولة والميرم يعني بيختاروا النغاط الحشة النغاط الهاشة أشياء بتعمل راوي علامي وبتدي احساس أنهم منتصرين وكذا بشكل كبير يعني متمئن للإنكسار تأخرا الزمن يعني نحنا رب الله نحن نحن نعم نحن 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 نقول ياخố أي تأخير سيكون على حساب المواطن أي تأخير هو تتكلم عن طبيعة المؤامرة ياخو المؤامرة دي مؤامرة غريبة جدا قال كل الدول الجوار ضدنا شغالين ضد السودان فقال لهم دولتين فقال لهم ليس معنا فقال لهم ليس ضدنا يعني في الحد الادنى ان هالدول هي ما تريد منها خطأ مصر ويريتيريا مصر ويريتيريا لكن باقي الدول كلها يخل ناس العمل ما هو الناس المشو أدو محمد كاكا الاماراتين المشو أدو محمد كاكا مليار ونصف دولار دولار عشان انحاز له ودعموا دولة الجنوب السودان ب13 مليار دولار دي معلومات حقيقية معلومات منشورة في كل المواقع لا 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 مش المواقع حتى الصحف انجليزية وفي تغرير للأمم المتحدة تغرير للقبراء الأمم المتحدة يتكلموا عن المسائل وعندك حفتر في ليبيا اللي هو موالي ليون وعندك دولة الجنوب السودان دخلت في الموضوع وعندك تأثيرات على أفريقيا الوسطى المحيط بتاعك ده كله معادلك مش لأنه عنده موقف منك ولا عنده هناك لأنه تم شرازم المالية عشان كده الشغال ضدك وده كلام خطير طبعا يا أستاذ لكن أنا ده نعرف يعني البرهان أكيد يعني يتحدث معكم عن الدولة التي ممكن يعني انت ذكرت انه هي أشترية زمتها إذا صحة ممكن ممكن يعبد الله لكن موقف موقف لا لا مثلا صحيح هو مشكل يعني ممكن يكونوا بعض الدول ممكن يشتروا زمام بعض المسؤولين فيها أوكي أوكي كوز عشان ما ينسبت الحق أكيد أكيد طيب يعني هو موقفه كسياسي الآن موجود في برسودان كسياسي كزراج الرئيس المجلس أو الرئيس للسودان في الوقت الحالي وأكيد في مواقف يعني مثلا في اتهامات خطيرة جدا جدا وجهة الإمارات عبر منذوبنا في الأمم المتحدة وجلسات وسمعنا حديث كثير موقف البرهان اتجاه هذه القضايا يعني السفير الإماراتي موجود في في لا لا ما وجهت رقم أغلقات السفارة الإماراتي لماذا أنت توجه سفير أو توجه سفيرك في الأمم المتحدة ومنذوبك في الأمم المتحدة بالحديث في جلسة كبيرة عن الوضع واتهامات مباشرة وصريحة وما زال هناك عمل دبلوماسي بينك هل الدبلوماسية لتعالج هذه المسائل هل الدبلوماسية لاسترجاء الإمارات حتى تخفف دعمها والله ده سؤال ده سؤال منطقي جدا ومحير بالنسبة لغطاعات واسعة من الشاب السوداني ليه العلاقات واستمرها طالما الاتهامات ده قائمة ده سؤال ده سؤال وجيه السؤال ده نحن ما سعلناه على فكرة أشابه راي لكن أنا تحليلي إنه السودان ده نتيجة للحصارة الدولي اللي كان مفروض عليه كان بيحتمد احتماد كبير جدا على دبي تحديدا في المعاملات الاختصادية المتعلقة بالزهاب وغير كده وغير كده إنه في عدد كبير جدا من السودانيين دي في الأمارات وفي مناطق أخرى وكده فالحكومة السودانية ما دارت تتخذ السياسات يعني تلحق الضرر بال أعتقد كده بالسودانيين المقيمين هنا وكذلك يدارت تحتفظ بمنافذ وأنا أعتقد عنه هم قدروا يغنعوا الإماراتيين إنه يكفوا لأن الحرب دي الحرب دي لا بتقيف من أبشي لا بتقيف من الضعيل لا بتقيف من برسودان الحرب دي كان دارت تقيف بتقيف من أبو الظبي هم تحب ما يختصر المسافة كويس عشان عشان كده يبدو أنه بيبقي على على العلاقات موجودة على العلاقات عشان عشان يعمل عشان إذا فيم كانية يغنع الإماراتيين بإنه يعني يكفوا أيديهم يكفوا أيدي الأزى من السودان ومن الدولة يكون له كويس طيب الآن يعني شفنا تحركات رئاسية على مستوى عالي جدا جدا منذ نشوف الحرب في الخرطوم لم يزور السودان رئيس دولة أو مسؤول دولواسي على الصفة الأول في الدول زار إبي أبي أحمد زيارة إبي أحمد لليور سودان وشاهدنا البرهان الاحتفاء الكبير بإبي أحمد رغم الشي الكام بيقال حول أثيوبيا ودعمها للمرتزقة وحتى على مستوى التعامل الموجود مع بعض القرى اللي بيقت مأوى للسودانين في الحدود مع أثيوبيا شاهدنا الاستقبال القرافي شاهدنا برهان يقود السيارة لوحده شاهدنا الحميمية في الوداع ما زادار بين البرهان وبي أحمد طبعا يا عبد الله الأثيوب عندها مخاوف كبير جدا الحريق ده الحريق بتاع السودان إذا استمر سينتغل لمناطق أخرى سينتغل لدول الجوار لأن الدول الذات بتعانيها شاشة قسم الضعيفة مننا وحتى القوية منها ستتأزى وستتضرر من الحرب في السودان وأقرب دولتين يعني ممكن يصلون الخطر هم السودان وأثيوبي 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 ماوة الآن لأبي أحمد كويسة المجموعات التي تصبح من قبل السودان بشفتة مجموعات شبهة متمردة علي أبي أحمد وكذلك يوجد التقراي في بعض المناطق وعنده نيود داخل السودان هذه الحكاية ممكن تعمل قلق كبير جدا لأثيوبي لأن كده أثيوبي تكون حريصة على أن الحرب تقيف لحد هنا لا تتطور أكثر خاصة الحرب الآن لا تقترب من حدودها فأعتقد المخاوف الداخلية المتعلقة حدود لكل مكان مناسب القضارف الدمازين في كل حدود الأثيوبية موجودة يعني النازل دارين يدروا عن نفسهم المخاطر قبل ما تصليوا متقر التصاعد كذلك الأوضاع في تشهاد هناك انقصام على مستوى الرئاسة وعلى مستوى الجيش لأن غبيلة الزغاوة موجودة بكثافة في السلطة وغبيلة الزغاوة هنا بتتعرض للإبادة وتتعرض للانتهاكات وتتعرض للحصار وحرقة القرى الموجودة في الملتقى قرى قبلة الزغاوة في الطريق إلى الفاشر وحصلت تفجيرات حصلت تفجيرات لمخازن السلاح اللي هو كان مفصل يدخل السودان في أنجمينة وده مؤشر دي شرارة بتوضح انه في خطر الشرارة ممكن تتحول إلى حريق كبير والانزار ممكن يتحول إلى فعل مؤزي للدولة التشادي السودان متأزع من خلال المزا الذي جاءت المبادرة أنه التشاديين يتواصلوا مع الحكومة السودانية يفتحوا باب بالتحوار الحرب وصلت مدى ومستوى أنها قابلة لأن تصبح حرب قابلة للحدود عابرة للحدود يمكن أن تنتغل إلى بعض المناطق الأخرى ممكن تتلغ منا حربة عالمية ثالثة في المنطقة لا مش حربة عالمية ثالثة لكن يعني ممكن كارثة والله السيد الحرب دي خلفت خلفت مآسي وكوارث حقيقية عندك يا عبدالله الزراعة المروية معظمة الآن طلع بذلك مشروع الجزيرة طلع من الخدمة خلاص حتى المكام وجود وكذلك المناطق المطرية الآن مناطق الزراعة المطرية وتحدث بي أحمد عن هذه النقطة بالتحدث يعني تحدث عن الزراعة المطرية المحددة لكن أعتقد أنه المعلومات التي تتسربت يتكلم عن حديث تأميني وتطميني مقدم للبرهان بأنه والكلام قالوا أبي أحمد في البرلمان أنهم لا يستغلوا الظرفة القائمة في السودان نستعيد الأراضي فهي جانب بتاع التطمين وجانب بتاع ممكن يكون تنبيه أنه لا تستغل الوضع ومحاولة لدرأ الخطر عن الآثيوبية طيب البرهان تحدث معكم عن التقدم وعن المفاوضات التي ممكن السوشال ميديا أنه نسمع كثير البرهان ماشي جدا أو الجيش ماشي جدا عشان يتفاوض جدا إلا تعمله يطلع وزير يطلع نائب رئيس المجلس السيادي يصرح تصريحات وإنه ما في مسألة زي دي قال التحدث ده كله شغل بتاع السوشال ميديا هل تعتقد أنه إذا الدعم السريع خرج من بيوت المواطنين ونفذ اتفاق جدا هل الجيش سيكسب الدعم ويشتري شرعيته والجلس معه حتى في تفاوض بعد هذا الدمار الكبير الذي يحل بالسودان والله شوف أي حرب يجب يكون فيها تفاوض برد النظر عن طبيعة التفاوض ده ما في حد يرفض التفاوض يعني أنت من حق التفاوض وتقاتل وده حصل حتى في حرب الجنوب وحرب دارفور إنه بكارة الحرب مستمر للتفاوض قايم باب التفاوض ما بيقلق لكن التفاوض هو وسيلة للوصول إلى غاية الغاية هي إنه التفاوض ما يتم الاتفاق عليه بين الأبراف يتم تنفيزه على أرض الواقع عندنا تجربة في مايو 2023 تم إعلان واتفاق ما بين الجيش ومليكي الدعم السريع ولم يتم تنفيزه الجيش موضوعي بيقول يا أخي أشان نبدأ في تفاوض جديد ننفذ الأول ننفذ الأول وده شرط راح تقدع إنه هو موضوعي جدا طيب مسألة مسألة تلقاء حمدوك بالبرهان في أخبار يعني يعني ما نقول هي مرقة منكم إنت ومرقة من ناس في جلساتكم في جلساتكم إنه حمدوك بيذكر إنه برصدان بعيدة لملاقب الملاقات البرهان يعني وهل الرد كان إنه أديس قريبة يعني يعني الشي خلي هو الفكر الأساسي إنه ذلك قال له يا أخي ما تجي هناك في برصدان ونقعد نطع نطع نتحاور ونصل لتفاهمات قال له يا أخي برصدان بعيدة كانت كنت دع على حسب الرواية طلعت من الجانب الآخر إذا كنت في الخرطوم أنا ممكن لجيك لكن بالسودان يبدو أن الحكاية فيها يعني فيها مكايدات صغيرة لكن في الأخير أنه أنا أعتقد لأن حمدوك هذا ليس لديه قيمة كبيرة حمدوك كان لديه رهان في الشارع رهان واسع جدا والشعبية الحظيبية حمدوك لا يوجد أي مزئول سياسي في السودان يعني وجد شعبية من القطاع الأكبر هو القطاع من 56% من السكان وهو قطاع الشباب في آخر تعداد سكاني ولكن للأسف هو الناس وحبطوا فيه أداوة كان ضعيف مقدرات هو في السلطة لا يستطيع استغل الجماهيرية لمصلحة مشروع التحول الدمогراطي لا يستطيع يحفظ التوازنات الداخلية كانت فيه سطوة عليه من قوة الحرية والتغيير ربما قوة الحرية والتغيير هو يقول في بعض المجالس أنه الناس أضعفه الحرية والتغيير كحلفاء هم الأفسد والمناخ العام الآن التقدم استحبته معك نفس التقدم دي حاجة مفروضة على الأطراف ده ده لقاء الضاب الناس ما متفجين يعني الناس اللي كانوا في باريس بيقولوا لكن أثناء الاثناء 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 ما كان بيناتهم سلام بين حمدوكو وغير التقدم ده ده تحالف زعان تحالف فرض عليهم من قبل من قبل نعم من قبل من قبل فمفروض عليهم لشان كده ما بيمشي وواضح انه برضو حمدوك ما دار استحب المجموعات القديمة لشان كده طلع معظمهم من الحقيقة الغيادية الدار يعمل ودار يجب ناس جديدين تهي مشروع ممكن يحل إذا قعدوا تفاوض ويتناقش وإذا نزل بمؤسسية برسودان ونزل في برسودان وتناقش حول هذا المشروع المشروع الذي يبقى عليه حمدتي في أثيوبيا لا لا هذا المشروع حمدتي هذا مشروع التحالف ليس لحل المشكلة هذا مشروع إعلان التحالف سأخذ تقول مرفض الكيزان لان وكيزان عمل وعمل وعمل تقعد حمدتي بالطريقة دي كلهم ينصف مثل التلاميذ وحمدتي قاعد هنا في الطربيزة وكلهم الحمدوك على ياسر عرمان على عمر الدقير ومشروع مثل التلاميذ لا يخبر مثل التلاميذ لحمدتي يدين ملطقة بالدماء وكذا حتى كان عندهم ذكاء إعلامي لا يفترض أن يكون بالطريقة في مجموعة من الغياظات السياسية تسهب صغيلة الخطأ كويس تجرجر في كرعينا تمشي اللي يحمدتي هناك لأنه هو طيب طيب أستاذ يعني نحن نتكلم في تفاصيل كثيرة 30.000 دولار لم تقومنا من النهاية لا انت تعرف بعض الجماء قاعدين يقول 2000 دولار وثلاثة وكذا وفي ناس قال نازل يقول نحور ولهم هؤلاء دي كل الشائعات التي تخرج من الغرف المظلمة بتاعتهم والناس قال الناس كلهم قابلين للبيع والشراء يعني إذا ساء فعلوا المر ساء ظنونه يعني الناس يفتكرون عنه أي خطوة يجب يكون في قروش وفي الظرف وفي خط التحيت وكذا ما عارفين انه الناس بصراحة ما عارفين وضاع الناس يعني 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 المنتجات الغذائية بيع وشراء المنتجات الغذائية وكذا ومكاتب عنده ثلاثة أو أربعة مكاتف في الدوحة هنا ما ممكن تبقى خمسة ألف دولار ولا حاجة جديدة كويس مزمل شريك له وذول ناجح لما كان في السودان مزمل له عنده ثلاثة صحف وعنده مدرسة انجليزية استثمار متقدم وعنده وضع يعني النازل ما جائم من الرصيف النازل ما عطالة زي الجماعة ديلك ما عطالة بيشتغلوا بقروش بتاعت المنظمات والسفارات وكذا ما كذا نحن والله ما عندنا نشك طوال لا 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 لكن لأنه لأنه هذه الزهنية لأنه هذه الزهنية وده طريقة تفكيرهم لأنهم بيشتغلوا بالقروش لأن الآخرين كلهم بيشتغلوا بالقروش بيشتغلوا عملاء للجهات معينة وبيأخذهم وغابل بيشتغلوا عنه الآخرين بردون لازم يكون عندهم ممولين وعملاء وكذا عشان تطلعوا الشائعات السازجة يقول لك فوزي بوش رشاكل وقال لا يزول بالتاكل ممكن لكن فوزي بوش رضي يكون نحن زادنا أستاذ يا الله أنا سعدت باللغاق وردو تكلمنا حاجات كثيرة مهمة جدا يتمنى ربنا سحوات علينا مع الوطن السودان بأنه ينتقف هذه الحرب بكرامتنا وعزتنا عودة الإنسان السوداني إلى شموخه لأشياء كثيرة جدا لا تقف السوداني مزلول ورادخ لتعليمات القير تقف بشموخنا وعزتنا وتقف عندما يقول الجيش الحرب تقف لكن كل شيء نحن أنا شكسين عن نفسي هذه هي الرؤية التي مقتنعة بها تماما وأكيد سيتحقق كل شيء لوطن السودان شكرا لك كثير أستاذنا عبد الله أنا شكرا لكم مقدر أنك تحتلال الفرصة وطرحت الأزلة الحقيقة الجديرة بيننا تطرح ونحن كلنا تتقدم الأمان بين الوطن التي تتحقق فيها الاستغرار والأمان وتنتهي هذه الحرب الكارثية هذه الحرب مهما الناس وصفوها هي حرب كارثية دمرت كثير من البنى التحتية وشردت الناس وأحوجت الناس الناس اللي كانوا عزاء الناس اللي كانوا يعني أوضاعوا مستغرة وكذا عصفت بيهم للمهاجر وللملاجئ ولأماكن ما كانوا بتوقعوا أن الظروف توديها لهم ده كل نتيجة للأطماع العابرة للحدود ونتيجة القصور في البنية السياسية في السودان اللي هي بنية تنازعية ما قاعد تراعي المواطن ولا قاعد تهتم بكثير لكذا بتحصل الحكاية فالحرب دي هي حرب بطبيعتها حرب بالنسبة للجيش وللمناصر للجيش هي حرب دفاعية دفاع عن الوطن وعن المجتمع وعن الدولة السودانية ولا حياة في هذه الحرب لا حياة تماما في هذه الحرب لأنه حرب أخلاقية وحرب أي شخص طبيعي طبيعي بيكون واقف ضد السيناريو اللي هو دار تنزل الميليش على أفضل واقع السوداني أنا أحييك وأحيي المواطن السوداني وأتمنى أنه يكون تكون أجمل الأيام قادمة إن شاء الله إن شاء الله شكرا كثير أستاذنا بياضين ملال كنت أضيف عزيز في هذه المساحة من أجمل زاوية أكيد أجمل زاوية تعكس الوجه الجميل تمنى أجمل زاوية ولا نتمنى مثل هذه الحلقات ونتحدث وسودانا ينزف بشكل كبير لكن الواقع السوداني يفرض علينا أن نتحدث في هذه المساحة وفي كل المساحات الإعلامية المتاحة أن نعكس المعاناة الكبيرة التي يعانيها الشعب من هذه الحرب الشعواء الشعواء من هذه الحرب الحرب الشعواء دي كانت مساحة يتمنى أنه وصلنا في بعض الإضاحات مع أستاذنا ضيادين من الألف أجمل زاوية أكيد هنلتقيكم جميل دوما فتح بربري في حلقات ثانية وتكون مميزة أكثر من السابق إلى الملتقى في أمان الله سويت علاني لغنى يا مستحق الغنى أوه يا أمنياتي وهواي ما لا سواك الغنى أوه بختارك انتو كفاي مهما خطاي ملتاك شافت سواك أمكنا بلدي بحبك شديد بلدي بحبك أنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة